اللي رحلها أول رحلة على الطيران عام 1384 على أول وقت حكم الملك فيصل نعم وأول مرة هركب الطيارة تخبره أول واحد اللي منه جاي بيركب الطيارة أول مرة تكثر عند هلب هلبل مثل ما يقولون يعني يا لريا يمين ويسار وهكذا والله حنا كنا بالمربعانية مبتدى البرد كنا بالرياض وولي رحلة الجيزان ما بشكل والله جينا وإذا هكى الداكوتا صغيرة كانت بالزمال الأول مره وحتين اي والله صار المجال والحظ والنصيب أن يركب هذه الداكوتا كم يعني تستوعب عامل ما هم واجد يعني الركاب ما هم واجد يا ثلاثين يا أربعين بس داكوتا وظنها تكزلت ما بطت يعني وبغطشنا وين بالطايف لكن سلمنا الحمد لله يا أخواني حنا كنا وين بالرياض وأول البرد جاي المربعانية قوية سبحان الله بعض السنين يحصل برد كثير والله على نكوات على نكوات يسمونها الوار الوار هادف تكن تجيب من الكويت ثقيلة وما كانت بسعودية هنا إلا قليل والله عليك الكويت الوار الدفي بدل الفروة غير البيدي أبو صالح لا غير البيدي لا هذا كوت كوت نفصله على الإنسان لبسه الجيشي كده كان لبسه الجيشي القدير أحسن ما شاء الله أبو علي والله تقدمنا على الداكوت والله أول مرة رحلة وأنا ماني بكبير لكن أزملا لي وأشوى شجعوني شوي وبالبرد ومتلحفنا الوار يعني على المربعانية برد قوي الله أركب الداكوتا وهي تروح بنا وهي تروح بنا مثلها كالطوارب والجنيحات الصغيرة اللي ما غير رفرف بالهواء من أطاحتها الأواء والله ما شينا ما أبطينا أي والله لو الله هذا الطايف لو الله الطايف عليه مزون لو الله يوم سوى دلجو أي والله يوم سوى دلجو لو الله يوم معلومنا تثرت تغير تغير أي والله صار فيه التزاز ما هو التزاز وبس الله ليه بلانا تبقوا الوحدة صعبها العشاش والله المهم منها متحرضين لو الله يوم الله أتكلم بالحمر السبيرة قدامي قال أيها الركاب الكرامة ركبوا ربطوا لحزمة الله أي فإننا الآن في مدلو الشغول المهم كلامه تقلمها جوية قوية لو الله هنالمزم فوق منا لو الله هنالمظلمة ما نشوف ما نشوف الطايف حنا وإننا بيجيزان على طول لكن سبحان الله الرحلات تغيرت من إله أي والله والله يوم مننا جينا الطايف لو الله الطايف يوم منه اتقى صار حنا يورى لي عقب العصر أو قبل العصر أي والله لو الله هم قام تويرور ويرفعها فوق وتويرور ويرفعها فوق واللمبة مرة حمره مرة يميزها ومرة ما يميزها على الضباب والله هم أخذنا لو الله هنالي يومنا طلعنا لو الله هذا الشمس قدامنا إن شاء الله أي والله طلعت الشمس كين نستانسنا وولمرة الرجال يركب الطائرة وداكوتا بعد الذكر والأخبار عنها والله ومسطة شوي ويعطونا من الأمر القديمة والله لو الله الشمس قدامنا للطايف ما نشوفه أي والله المهم هو يتروح وين تبي تبي الظاهر الباحة حال هي ميلة تبي الظاهر فيها مطار خلنا الطايف خلنا الطايف وتيسرنا يسار مع ظهور الجباد صدق أي والله لو والله ترافرف ولكن كل ما طلع في رجح تحتم مننا بين المزون وإذا ألود يهتم شي سيون على الطايف وعلى الباحة وعلى الطريق هذا كله وعلى روس الجبال والله مشاين وننزل بالباحة يوم نزلنا بالباحة والله لو والله الرجال مطلقوا عليه الحمد للعالة السلامة سالمين 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 طيارها الثانية والله رسبنا الطيارها الثانية ما هي بعيدة عن الدكوتا يعني قريب منها ونركبه على طول على جيزان والله يوم هذا ما ابطينا أي والله لو والله هذا جيزان وهذا الساحل وهذا البحر وهذه الجبال أي والله المطار هكا الحين بين أبو عريش وبين مدينة جيزان أرض متساوي والله أنا مدري مدري مزافل أظن في هزفلت وإذا في هزفلت قليل هكا الحين عام 1384 بول لأربعة والثمانية لا إيه قديمة هو أنا ورع صغير يعني البيوت في نظرك حول المطار كم تكريبا ما فيها اللي الصالة بس والله البادي كله بو صحراء شتيها الجيزان البادي كله بو صحراء إلى الجبل الجبل بعيد شرق منه شمال والله ما أدري والشدير ما أعرف هو المرة بالتاريخ أنزلها هو المرة ركب الطيارة والله لو هالله مستوية أي والله وحن ننزل يوم نزل لو والله الناس ما عليهم ولا وزارات مثلا هالجيزان حالي حن بشتة بل مربعانية هو الحدفة يا ولد يا والله الجو الزين هو أي علم الله المهم وحن نركبها كالسيارة والروح لبو حجر والروح الخميس والروح صامتة والروح الوادي حشيش أظنها م شاء الله المهم كانت البيوت أكواخ ما فيه ما فيه فيه عشش هذه العسبان هذه الممسوكة مفوك وارضها من تحت واسعة وزينة وحلوة للمكشات يا أخواني حلوة للمكشات المهمة جينا هناك أي والله ما يوجد إلا جازان ويوجد أبو عريش والباقي كل أبو فاضي كل أبو فاضي أشوف لي هجر صغار والمباني فيها قديمة والحلال ما شاء الله واجد الحلال والإبل وما شاء الله والأرض الزراعية والذرة والدخن يعني مزارع عندهم مزارع والله استقرنا هناك حوالي شهر تقريباً لا قدام قدام لا حوالي شهر استقرنا فترة قصيرة نزلنا الوار هذا الجيء الكوت ونزلنا كل ما داخل مع عزي برد ولبسنا الوزرة اي والله وارتاحنا والله لبستهنا مصورنا اي والله والله لبستهنا كان يتخيل الذباية عندنا على 25 الله وعلى 15 الله اي والله تيوسن تقول الضباق تبشرونها تقول الضباق التيوس تقول الضباق قراناتها وذانيها يعني لها طعم غير شكل سبحان الله بالرياد ما فيها اليوم مثل برسيم وفيها برسيم اكل طبيعي بلوديا شرق مننا جحفان جبل النار جبل دخان ايها اظن جحفان له اسم ودخان كل ما جاء العصر وحنا موجودين تحت بوادي خميس افتكر كذا ناسية ديارنا ما شاء الله يطلع وين المزن معرض الجبل جبل دخان اللي هو جحفان ثم يمطروا رأس الجبل ما شوف يجي شي المهم مننا مرتاحين مع الجو والربيع وما شاء الله بقيت ودفة وكرة ما ايه الناس وين قلت والله احنا معلن اللي بزارات اقول الربع اللي لنا هكا الحيب ما فيه الا التلفون والتلفون قليل بعد كود بالمدينة بالمدينة بس ولا يوجد ابو هندل الا عند وزير ولا مير ولا حنا التاليين نجي بالجار مستاجر استاجر من الصريال تقريبا ونكلم شيء شيء عظيم المنطقة اللي هو يقول اللي فيها يعني السوق المعلم اكبر معلم في منطقة الجيزان بسوق الخوبة الخوبة لا الخوبة لا حنا قريبين عن جبل دخان اي بجبل دخان لا حنا الروح لابو عريش والروح الشي اسمه المطقة اللي عند جبل دخان نعم لا جبل دخان شرق مننا وحنا بابو حجر ماشي ايه ايه هذا شوي من بعيدا عننا والله ارتاحنا راحة والخبز والمياه فيه ولد ترى جابه لنا ابو سليمان ايه والله الميفة هذا اللي حط التنور والله حطبات وخبز غير شكل وطعم ما شاء الله تبارك الله سمك ما طولنا والله السمك ما هو عندنا السمك ايما هالجازان شوي حنا كائنا كائنا ببر ايه والله ما طولنا تجينا رحلة وين تجينا الجدة ايه والله رحنا للمطار وانتظرنا الصباح وعندما انتظرنا جاء شايب ما ولد وصارت الرحلة بيني وبين اخوي ذا وبوه معه المهم منه جلسنا الطيارة متعطلة ما ادري والله ناقصنا هوا بالكفرات ولا في امكانياتها كالحيط وجابوا اسطوانة كاين يشوفها حالهم ايه والله وعبوها لها يورى لي بسهيلة يومها فيضة يومها نوعين خفيف منها ازفلت عبوها ويوم انها حياة بسيطة ايه الامور بسيطة ويوم انها غابت الشمس وحنا نركب الطائرة مات بعد التاكوتا يعني قريبا منها حنا نعطيها البحر قلت ليت ما نروح من طريقنا الاول جبال والله انها عندما طرنا ومشينا شوي لو الله البحر خضر خضر حضر مننا والسماء خضر لو الله انها وين ما ندري وين حنا لو الله النيران شوفها مزارع تحتنا على اول ما طرنا المهم مننا مشينا لو الله خيانا يا اخواني ترى الغافلة هذه وعدم مثلا الانسان ما يدري عن شي ترى هاتريح النفس يوم درويت لو الله رأي يجي لمعنى الناس بنفس الرحلة لكنهم هالمناصب والدار لهم يروحون للطيار وجون راجعين وروحون ويجون راجعين ويمرون أنا وخوي هذا الشايب قال بيقهوة قالوا والله القهوة ما هي مثل قهوتكم يا هنيت جابوا القهوتنا مخلوطة سكر وبن عطاه قال الله يقطاعكم وانتم قهوتكم خذوها لا هذي يجي بالطيار هاكا الحين اظن يمكن قشر وبها سكر والله المهم انحنا طاولنا وانا الساحل مع البحر الطيار ركدت لكن اخوي انا مركدوا الواحد يتقدم ويتوخر ويروحون واشوف يمشون العرق تذي حنا ما علنا حر وبصالح نومه نومه انا اخوي شايب ونده الغفلة ها يترهزين وفيها خير وبركة لكن اخوي انا الله يدفع البلاء يعني وين ولا عتبهم غير شكل ويروحون ويا ربنا ويدعون جوكم الضيوف ما عليكم هياكم الله على أبو عبدالعزيز بدر حسين مرحب سين مرحب السلام كيباحワ الكم طيبين حيا الله الدكية زانية هلوا سهلة حياكم الله تعال안 حياكم الله عدوا استريحوا حياكم الله يمع عبدالعزيز يوم rises بوادفك العزيز تبقون نا بمكمسا ابو عبدالعزيز مرحبا والضيب معك تبارك الله والله مشائنا يومنا تعدين الساحل تحامى طبعا لو الله مطار جدة يضرب بلشارة قدامنا ما فيها نوار كثيرة هكا الحين يعني الانوار قليلة المهم كتب الله سبحانه وتعالى لو الله هذه نير جدة حضر مننا لو الله يوم راحت المطار الطيارة يبلي يوم مقبلنا عليه لو الله السعفاتهم تحركت السعفات حضر مننا الظهر مطافي ومدري وشي حنا ما ندري عن شي حنا علشان الكفرات علشان الكفرات يعني توكدوا لما نزل الطيارة يمكن تحترق تقبل والله مشين لانها لانتا ساوت بلغ يام تساوت بلغة والله ان اشي اسمها هذه الطفايات واصلت المعنى تذية مثل سنون المشتل وشاني صاير حد الكفرات منسما اللي حنا عبناها بجازان منسما وقالوا لانه طب المطار جاز يتولى على الطيارة ايه بالله ايه وجهت الاسعافات يعني جزاً ما الله خير مستعدين كم استغرقت وما بين جايزين و جدة إيه و الو والله إنهم صافين قدامنا اهل المطار مضمنهم مدينة المطار ومساعدين والله جينا which is الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام خمسون كم استغرقت ما بين جايزين و جدة ما ادري يمكن حوالي اللّه وعلى من ساعة يمكن نساعة الله وعلى ما ادري ما لادا tun between prod ceux نص ساعة على المقنايم والله يمكن يمكن والله ما أدري لقاه أبو سليمان ما أدري يا أخواني ياني الساعة ما أظن أربع ساعات لا ما هي بواجد حنا ضربنا مع الساحل وابطينا نايم الشايب هو يولده والناس بالطيار يروحون ويجون ويأخذوننا العرق ويقولون يا ربي يا ربي ورأى الطيارة يقول ربطه لحزمة وحالتنا حالة هنا مستان سنوية الشايب ولده والظهر الردي مثل ما قال أبو سليمان هل يقول جينا وسلم علينا رأى المطار والمدين وكلاء أي بالله قال واحدنا وأنتم ما دريتوا وش جراء لنا والله ما درنا قال والله والله نظن أن نطيح بالبحر قدام نجي جدة أي والله وش ألي صار قال الطيارة في عطال والكفر من نفسهم والحمد الله على السلام دخلنا بالمطار وأكرمون الله يكرمهم وجيزاهم خير في جيزان أذكرها أول رحلة جيزان أخذتها يا أخواني مريحة كنا بالرياض بالمربعانية ويوم جئنا هناك على النكوات نزلناها ولبسنا الوزار وتراهي مصيف الشتاء جيزان حاليا من أكبر المصايف ولو وجيها حال حين ضيعت أبو جسم الجنوب أبو حجر لا لا أبو حجر جناتالي أبو حجر ثنتين أبو حجر الأعلى وأبو حجر الأسفل والآن هي لبلوادي هي أبو حجر إلى الآن هي لبلوادي ما طوت عليك ما خطل والله المجال هذا شمال سامطة بالضبط المهم أنها رحلة أنا قصتنا الصامش أنا الضيوف الله يسعدهم ويحييهم ويحيي أبو عبد العزيز وضيفها لماذا تبارك الله لا لا أكبر كلام أبو علي موقف طريف هي نعم هي ركاب طاهرة أيوة الله وحصل فيها